المنتخب في يويندي والأهلي في اسكندرية المنتخب النهاردة سافر ليويندي عشان يستعد للقاء المباراة الأخيرة طبعا في دور المجموعات اللي هتجمعنا إن شاء الله بالسودان يوم الأربع واللقطات لحضراتكم شايفينها من المطار من داخل المطار لحظة طبعا تحرك الفريق ليويندي خليني أقول لحضراتكم طبعا أنه يعني طبعا ونتيجة لسوق الاختيارات مش لقائلها مقدمة تانية نتيجة لسوق الاختيارات غيابات مؤسرة جدا 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 في مباراة السودان واعتقد إنه لو إن شاء الله بإذن الله ربنا كرمنا ونجحنا في التأهل للأدوار اللي جاية المعاناة الحقيقية هتبدأ أنت عندك أكرم توفيق برا الحسابات فتوح على التأدير يعني في تأديري أنا الشخص يعني ليش معلومة معكدة في مباراة السودان برضو خارج الحسابات الوينش صعب جدا هو عنده شد في الأمامية وفي مفضلة بين عبد المنعم وبين محمود علاء عشان يلعبوا مكانه حتى لو جاهز أعتقده يبقى مغمرة كبيرة أنك أنت تلعب بالوينش وماتش السودان حتى اللحظة الجهاز الفني بيفضل بين زي ما قلت لحضراتكم بين محمد عبد المنعم وبين محمود علاء وطبعا أحمد فتوح ومحمود الوينش بيوصلوا برنامجهم التأهيلين مبارا حتى تغريدة كارلوس كيروش تحسزك أنه راجل فرحان جدا يعني هو راجل على الفكرة ما زال حتى اللحظة مش مدرك أو مش متفاهم المصريين بيفكروا وبيقيس ردود أفعالهم على أساس إيه؟ المكسب بالنسبة لمصر قدام غينية بيساود شيء طبيعي جدا هو منطقي جدا وسهل جدا وكان منتظر كمان يعني كنا مستنين عشان نبقى متطمنين عشان نبقى راضيين ومبسوطين أن المنتخب يقدم عرض قوي على مستوى الأداء ويفوز بسكور كبير لقنا أننا لغاية آخر المباراة يعني المباراة رايحة جاية ولولا الفار يمكن كنا قضينا ليلة ما يعلم بيها لو ربنا شبه كده ليلة نيجيريا فيبدو أن الراجل في وادي والرأي العام في مصر في وادي تاني تمام مباراة كان بيقول أن على تويتر هو ناشط قوي على تويتر بيقول بنهدي الفوز ده لجمهورنا والفريق عاد بروح كبيرة وشجاعة عمل رائع يا شباب نحن ننهض معا ومتحدون مهما حدث ويمكن مهما حدث دي تقولك أن الراجل وصل له بشكل من الأشكال حالة الغضب سواء على مستوى النقاط والمحللين أو على مستوى العلام الرياضي أو حتى على مستوى الجمهور